لما تأتي إلى شوف سيادتك في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذا كتب عنه رسائل علمية معتبرة في كيف كان يوزع وقته صلى الله عليه وسلم بسمه وظيفة اليوم والليلة بيشتغل إزاي بينام إمتى بيصحى إمتى بيعمله بعد ما يصحى طيب بيشوف مصالح الناس إمتى بيلتقي بالجيران بيلتقي بأزواجه وهكذا فعمله صلى الله عليه وسلم منظم تنظيم دقيق بحيث أن بعض الباحثين مثلا لما بحث هذه المسألة خرج بأن حياته صلى الله عليه وسلم فيها توازن تام ما بين الحاجات الأساسية في الحياة وبينها الجانب الإيماني والجانب الروحي الذي يحتاج إلى أن يعمق هذا الجانب شيئا فشان وأن يترقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرتب العليا قالوا فيه توازن تام يعني ليس هناك حيف ولا جور على جانب دون جانب فهو يوازن صلى الله عليه وسلم بين الروح والجسد بين المادة والروح وهكذا هو صاحب العقل الراجح نعم صلى الله عليه وسلم عشان قدوة لنا نقتد نحن به عزيم مولانا أنت وقفت عند لحظات أو مناطق منيرة جدا في سيرة السيدة المسيحة و أمه العزرة أمه النور لكن أنا واجبك مسلم تجاه خيئي أبره إزاي أحسن إليه إزاي إزاي أنا يعني أعطيه من هذه المقرومة القرآنية ما يستحقه الناس شركاء جميعا المسلمون لم يوجدوا لكي يكونوا وحدهم ولا المسيحيون وجدوا لكي يوجدوا وحدهم خاصة في نحن في مصر يعني تعرف فيه امتزاج تام في العيش المشترك إحنا عندنا مجمع الأديان الشاهد على ما نقول يعني عندنا ده في الحق ترجمة للواقع المصر ده ترجمة إحنا من ترجمها بنوجد هذه الوسائل الثلاثة أو أماكن العبادة الثلاثة ونحميها ونحفظها ونقوم عليها ككشف عن الواقع المصري الممتزج فيه الإنسان المصري مع أخيه الإنسان المصري والتعبير بالأنا فضل التعبير بأننا كلنا مصريين يضبطنا هذا العيش المشترك من قديم الزمان إلى الآن الذي ترجمناه في سورة قوانين بعض المفكرين عندما يتحلوا بالقول يقول لك أنا مصري مسلم أو مصري مسيحي يعني ده يعني عتوارنا المصرية مظلة والديانات الدين لله والوطن للجميع هو شوف سيادتك حتى في إطار الكتابات المسيحية لما تيجي تقرأ مثلا محمد الرسول والرسالة أظن للمفكر المسيحي الخبطي النبي اللي وقع يمكن اللي هو كتبه في الخمسينات بس الزكرة بتاعت الإسم راحت مني لكن لما تقرأ هذا الكتاب بتجد إفصاح عن حقيقة مصرية فريدة من نوحها مش هتجد في العالم كله لأنه كتب بإنصاف شديد جدا عن سيدنا محمد وعن الرسالة